شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء في تشييع جثمان المغفور له سمو الأمير محمد بن طلال إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية هذا ونعت بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية ممثلة بصاحب الغبطة البطرك ثي أوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وأعضاء المجمع المقدس بوفاة المغفور له سمو الأمير محمد بن طلال وتتقدم من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية بأحر التعازي وصادق المواسع سائلين الإله المتحنن أن يتغمده بواسع رحمته ويبلسم قلوبهم بالصبر والعزاء السماوي